حين غابت الأصوات المعارضة في العاصمة صنعاء باستثناء صرخة أمهات المختطفين حذر هذا الصوت مجموعة نساء قررنا التظاهر للمطالبة بجثة علي عبدالصالح في ميدان السبعين الميدان الذي كان حكرا عليها وعلى جثة التي دفعت هؤلاء النسوة للخروج وإشهار صوتهن في وجه قاتلها ومثل كل مرة تجد ميليشيا الحث صوتا كهذا تتلقفه بنادق مسلحيها بعنف لم ترد الميليشيا على مطالب هؤلاء بل لم تدعي الوقت يمضي سريعا وبنفس اللحظة تحديدا وعبر هذه الصور التي تظهر الاعتداء المباشر عليهم كانت الإجابة المعروف بأن ما يقترفه الرجال تدفع ثمنه النساء دون ذم هنا ضحايا المرحلة كما تقول الصور هنا وتلك التي شهدتها العاصمة في وقت سابق مع أمهات المختطفين لكن هل ما تنقله عدسات الكاميرا والفيدوهات المسربة من هذه المدينة تظهر الحقيقة الكاملة بعد أن تحولت العاصمة إلى سجن كبير وما مصير الرجال في العاصمة صنعاء إذا كان هذا حال نسائها أولئك المعارضون بالتحديد أو المدنيون دون ذنب يذكر المؤكد أن ما يجري من فضاعة لا يجد الطريق إلى شاشات أو عدسات الكاميرا بعد أن أصبحت الحياة مظلمة ومقفلة ويبقى مصير الرجال وبالتحديد المدنيون سؤالا غامضا يصعب الإجابة عنه بعد أن صارت النساء هدفا للقمع والمطاردة آخر الأخبار الواردة من العاصمة صنعاء تفصح عن مئات الضحايا إن لم يكن الآلاف ميليشيا الحوثي تصفي جسديا وبتكتم بالغ كل من ينتمي لحزب المؤتمر واحد وأربعون إعلاميا مختطفا أيضا من قناة اليمن اليوم لا يعلم شيئا عن مصيرهم الدبارات والمصفحات دخلت الأحياء السكنية وتمركزت بها دون الاكتراث حتى لسلامة المدنيين أجواء رعب وخوف إذن تعيشها العاصمة صنعاء وأي رعب أكبر من انتظار مصير مجهول تتحكم به ميليشيا مسلحة لا تفهم إلا القتل ولا أمانة معها